اشتركوا في القناة صباح الفلدالي وصباح السادة المشاهدين صباح فل عليكم أهلا بكم جمعة ومباركة عليكم إن شاء الله النهاردة معنا موهبة غنائية طرب رومانسي حية كده جميلة أنا بصراحة لما اسمعت صوته هو روعة فالنهاردة هنقدمه وهيكون معنا وهنسمع صوته معنا المطرب أحمد إبراهيم أهلا بك يا أحمد أهلا وسلام بكم مشاهدين جميعا أهلا وسلام عليكم مباركة عليكم إن شاء الله يا رب انت في بدايتك يا احمد اوما بدأت الغنة اوما دخلت الكرير ده اكيد فيه اغنية معينة هي اللي علمت معاك وهي اللي انت بتريت يعني حابب انك تغنيها حابب انك انت شايف صوتك فيها ايه هي الغنة دي مثلا اي مطرب كده عمتا يعني لا انا ممكن اكون اتربيت على الحاجة القديمة اكتر من الجديد يعني ممكن تسألني انت اسمعت ايه قديم ممكن اقولك القديم كون طب ايه انت اسمعت ايه قديم مثلا امه كلصوم مفيش حد فينا ما بيسماش مفلسوم طبعا بس اكليكم بس مصوري في البيت كانت الحاجة دي شغالة اكتر من حاجة مثلا تكون فيها شغل رياب شوية فيها سرعة شوية مع العصر ومع الزمن الموسيقى بتتغير والاداء بيتتغير طبعا بس الحاجات دي انا دي اول حاجات سمعتها في حاجة يعني انت متربي على الغنة الشرق الاصيل الحاجة كده اللي مننضب بها ودنة اكيد طبعا طب ازاي احمد اكتشفت ان صوتك صوته حلو يعني حد عندك في الليلة مسلا صوته حلو فعلشان كده اخدت الموهبة منه مسلا وراسة او بي دائمك مسلا او البيت عندي تعد معايا طول النار رايح جايب اغني رايح جايب اغني بس ما اكتشفوش كده غير لما بدأت ااخد خطوات في حياتي ان انا مسلا اروح اقدم اروح اسمع ناس بتغني اسمع موسيقى تعلم موسيقى احاول ان انا اقدم في قبل كيشن يكون فيه اي حاجة طب بص احنا هنرجع دلوقتي موضوع التعليم والدراسة وموضوع ده كله بس عايزين نسمع منك حاجة كده من اللي ابدأ بها بس الفقرة نشأل تحب تسمعنا ايه؟ كل ده كلم حم عبواب؟ طب بيضا ياه حلو قوي جميل بضل موسيقى المترجم للقناة 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 كل سنة وكل الأمهات مصر والوطن عربي كلهم بألف خير وصحة وسلامة يا رب وبالنسبة ديت تغنيلنا حيات كده لكل الأمهات في مصر وأكيد هتخص بيها والدتك قبل أعطاً قبل مدارها أكيد طبعاً الست دي تتابعت معايا أوي 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 ممكن ما أكونش دعماني في المجال الفني أوي بس وقفت معايا في ظهري وصلتني طب نسمع بقى حاجة كده للأمهات بعد الحب دا اللي تعمل كل دا تستاهلي بعد الحب دا اللي تيد اللي تيد حنوك دا من غير حساب لبوس التراب اللي مش علي أمي سمى أمي الحد آخر ينفى أمي ري حاجة كده يا ربالي منشان طاول منشكرك يا أحمد غنائك الجميلة قوي النهاردة شرفتنا ونورتنا تحب تقول أي حاجة قبل ما ديختم حالة إحنا في آخر الفقرة تحب تقول حاجة تهدي اللي ولدتك حاجة مثلاً كل سنة طبعاً كل أمه مصرية بخير وبصحة بسلامة وكل سنة طيبة يا أمي وإن شاء الله شرفك وأكون في المكان الصحي حاب تشكر أي حد كان وقف معاك في المجال برضو في الوقف معاك في المجال الفني طيب حاب تشكر أي حد قبل ما نطلعه أنا مش حاجة نسى حد فايق ومحمد منصور طب بص أنا معاك أسماء كتير قوي غير صحاب اللي أنا عارفه وموقفه معاك أحمد بص أنا معاك أهلي من نص ديقة تريباً طبعاً بسرعة كده أنت في حاجة أنت هتقدم فيها في حاجة هتقدم فيها مثلاً كبرامج مواهب أو كلام من ده بإذن الله يعني خارج من هنا على أن أنا هقدم ده النهاردة ده النهاردة يعني نهاردة نهاردة بالليل هكون مقدم ساحب استمارة من اسمه اسنع نجم طبعاً بيعرض عليك كل حاجة وبيعرض كل حاجة بإذن الله شكراً يا أحمد وشكراً أستاذ المشاهدين احنا في آخر فقرتنا والنهاردة سمعنا أحمد صوته روعة وإن شاء الله الفقرة اللي جاية الحلقة اللي جاية يكون معانا موهد جديدة ومعانا فقرات جديدة عليكم إن شاء الله بشكرك يا أحمد وشكراً تسيبوا المتابعة شكراً يا أحمد